التقى الدكتور محمد عيضا رئيس الفريق الحكومي في لجنة التنسيق لإعادة الانتشار في الحديدة ومعه أعضاء الفريق اليوم الثلاثاء العاشر من نوفمبر 2020 نائب رئيس بعثة الأمام المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة دانيالا كورسلاك وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمكتب الأمم المتحدة في مدينة المخى محافظة تعز مناقشة الخرق الأخير لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي في الدوريهمي إضافة إلى الانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين في مدينة الحديدة والمديريات المحررة جنوبي المحافظة كما تم خلال اللقاء المطالبة بإجراء تحقيق جاد في استهداف ضابط الارتباط الحكومي العقيد محمد الصليحي من قبل ميليشيات الحوثي في مارس 2019 والذي أدى إلى استشهاده وكذا المشروع المقدم لنقل مقر باثة الأمم المتحدة إلى مكان محايد ومتوسط للطرفين وفي اللقاء جدد رئيس الفريق الحكومي التأكيد على التزام القوات المشتركة باتفاق السويد وقرار وقف إطلاق النور والحرص على ضبط النفس في ظل استمرار تصايد ميليشيات الحوثي في جميع الجبهات بالساحل الغربي وعلى وجه الخصوص في الدوريهمي ومدينة الحديدة ومدينة حيس والذي يكشف عن مخطط حوثي شامل لنسف اتفاق السويد لافتا إلى أن قيام ميليشيات الحوثي خلال الأيام الماضية بقصف صاروخي على حي المنظر بمدينة الحديدة المقتضي بالسكان إضافة إلى ما شنته من حرب إبادة ضد سكان مدينة حيس وتزايد سقوط أعداد الضحايا المدنيين يؤكد عدم رغبة الميليشيات بالسلام